السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم على خطيف هذا الفيديو جديد وهذا الفيديو عن تسكيل من اللاعبين الشبابين الممكن أن يكونوا في مقابلة ليبيريا اللي هي مقابلة المضمونة لسهلة وكذلك المضمونة لأن مقابلة لا يوجد احتمانها إلا مقابلة تصفية المهم جدا أننا نفوز بها لنربحوا نقاط في التصنيف العالمي لأننا لا نستطيع أنها حداش في العالم وفوزنا على الأول في العالم وبقينا حداش في العالم إذن هذا المركز حداش في العالم صعب جدا أنك تهود عليه ولكن سهل جدا أنك تغادرهم ترجع عشرين أو تلتاش أولا إذن الموضوع لأنه لاعبين الشبابين اللي يقدروا يكونوا في المقابلة ليبيريا يجبنا ثمانية اللاعبين من الشباب اللي يقدروا يكونوا في مقابلة ليبيريا اللي يعتقان في شو تنبير نحن باقين تلتاش في أبريل عفوان 14 في أبريل وممكن باقي شوية الوقت على هذه المقافلة ولكن ممكن هذه الثمانية عناصر يكونوا حاضرين في هذه المقابلة هذه بين المنتخب المغربي ومنتخب ليبيريا اللي كسبقة ليبيريا وحد دولة اللي هي مشيعة وحد صيت كبير في كورة القاتب اللي عرف العالم هو كندن هو جورجوية اللي هو كندن والرئيز ليبيريا الآن واللي عرف هالدولة هذي بالناس بخوكي عرفوها الناس إذن لاعبين شبابين ثمانية عبدوا اللاعب اللي عنده 19 سنة اللاعب اللي كلاب برسلون الاسباني أغلبية الماتشات كلاب مفارق رادي ولكن اللاعب اللي شادي رياض من اللاعب اللي ندع لي مواليد رادي في مارس وبعد أصدق أن تعجب بزب بزب في التداريب ولكن للأسف ما تمش إشارك دياله ولو لدقيقات واحدة كان صراحة يستحق أنه تم الإشارك دياله لدقائق لكي نرى شادي رياض والمستوى ولكن لا تمش المشاركة دياله لدقيقات واحدة اللاعب الثاني عنده 18 سنة وهو أيوب العمراوي كذلك كالنادع المشاركة دياله لديه والمشاركة دياله ولكنه لا تمش المشاركة دياله ولو لدقيقة كذلك أيوب العمراوي السن دياله 18 سنة فقط بقي صغير وحنا عنا بساف ديال المشاكل في هذه الجهة تكي يضطر أن والد الريقراوي يعمل ناصر المزرعوي في الأصل وظاهر أيمن أيوب العمراوي مستقبل كبير الكورة المغربية لأنه فقط عنده 18 سنة فقط يتطور من نفسه ويبقى على المستوى وكلاف نيس الفرنسي مزيد يلاعب آخر لديه 21 سنة وهو بنية من بوشواري لعب سنتي تيين الفرنسي هنا نشاهده بزاف اللعبين يشتوف البطولة الفرنسية بوشواري كذلك نادع هو لدريقراكي في لائحة سمارس ولكن لا تشارك شواله لدقيقة واحدة يلاعب كواسط ميدان دفاعي والمركز الذي يشتغل فيه هو فقط عنده 65 سنة لأن هذا المركز يكون على الأقل عندك طول هو ما عنده فقط 65 سنة خاصة في الكيلوه عنده 65 كيلوه يلاعب آخر إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي لا توجده الدعوة ولكن كنظر أنه يتخف الأفكار المدرب المختصى لأنه لاعب من طراز الرافع من طراز الرافع هذا إلياس بن صغير لاعب مزيان صراحة كواسط ميدان هجومي كواسط ميدان هجومي كواسط ميدان هجومي ولكن وكما ينفعنا بلا الخنوس وكما ينفعنا بزاف إلياس بن صغير لأنه أصلا باقي شاب بعد 18 سنة لأنه يقام الحمزة كان لعب الجيش الملكي المغربي صراحة الصوت لا يتجده ولكن خلال الندوة يتجده ومن ثم يتجده لأنه يتجده حمزة لعب الجيش الملكي كان يظهر لأنه يدع لأنه يتجده ومثاله في البطولة نحن معهدها لأن البطولة تتلعب لعبين جميعاً صغر خاصة في 18 سنة يبدو مع الفارق الأول ما لعب آخر في 21 سنة لأنه يقوم بالعب العفر الفرنسي هذا يقاماً مهاجم وكان هذا أصلاح يقوم بالعب العفر الفرنسي كما قلنا كنا بثبت المواكي لبطلة الفرنسية وكذلك ندع له ولد ريجراكي فإن لائحة المارس ولو لداقة قدم وحيلة. وكي يخدم كرأس حربة كذلك براهيم صالح بعد الاحين. ولكن في الاصل وجنح ايصر. اذا براهيم صالح من الخيرس اللاعبين اللي كين ندع الشابب اللي ممكن ندع لهم والد في المقابلة دي الليبريا هناك كنظر اللاعب عنده تسعتاشر صنع عبدالله الرايح يعني لاعب اتلاتيكو مادريد. كلا فارق رادي في اتلاتيكو مادريد. وصنع مهاجم باقي السن ديالو الصغير. اللي يسمح له انه يلعب مع الفارق الاول اتلاتيكو مادريد. وقام سيميوني ودرق اتلاتيكو مادريد. حاصل سيميوني عد 12 سنة هو الان موسم 12 هو في اتلاتيكو مادريد. يعرف الشد الفرد على اتلاتيكو مادريد. اذا كان ضم عبدالله الرايحاني يستهل فارق الاول على السدعي. وكان احتر قريقي. ويصبح عبدالله الرايحاني يستحق المتخب المغربي بما يتأخرش عليه. وكذلك لعب الياس حسني. الياس حسني لاعب الرادي في ديال باريسان جرمال الفرنسي. اللاعب الجيدين على الاصداء اللي كتو صنع له. لاعب جيد. ما تناداش على هاد اللائحة هذه. كماش معنا انه نادوا على المتخبات الصغرى الفرنسية. ولكن هذا مش مشكلة. بسفد لعبك يلاوفن المتخبات. والتالي كيدنبو المتخب الوطني الاول. الياس حسني كنظن ممكن يكون متشبت انه لعب المتخب المعريبي. خاصة المهاجم. واحنا ما حتى الان مجبرناش البادل دي يوسف انصاري حاليا. ان يوسف انصاري كي لعب ومن كي خروج مكينش. واحد البادل. اللي هو بادل. نقولو ناجح ديال يوسف انصاري ما كانش حاليا.